أكد مجلس الوزراء الكويتي مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى وشدد خلال جلسته الأسبوعية التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأشار المجلس إلى دعم خيارات الشعب الفلسطيني وتأييد كافة الجهود الهدفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عام 67 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأيضا حل الدولتين